وإحنا بنخرج للدائرة الإقليمية والدولية في تجربة الستينات كان فيه بتحالفات اللي زهرت ما بين مصر والهند التجربة الشهيرة ويغزلافيا وقتها تجربة عدم الانحياز كان فيه أكتر من خبرة مصر كمان برغم صعوبة اللحظة اقتصاديا وسياسيا وإن هي بيتضغط عليها من الخارج ومن الداخل والاستهداف والإرهاب بنلاقيها بتتحرك وبتصنع محاور عندنا المحور السلاسي اليونان قبرص مصر عندنا محور الهند الصين وطريق الحرير عندنا محور روسيا الصين والزهاب إلى البريكس فتبقى بريكسي يعني عندنا خروج كده وكأننا قادرين نشوف دوائر بعيدا عن اللي هم عايزيننا نشوفه وعندنا إعادة إحياء عدم الاحياز في المصورة تانية مجموعة 77 ايه ومجموعة 77 آه لا رئيس سيسي والسياسة الخارجية المصرية قادرة تعمل وعلاقتها وتصغها بشكل بيحقق نفس الأهداف ربما يعني بصيغات وأشكال مختلفة لكن في النهاية بتأدي نفس الغرض اللي هو تأمين مصر وسياستها ودورها ومكانتها واقتصادها الحرير والبريكس ممكن يبقى الاقتصاد غالب لكن الحدود مع اليونان وقبرس ممكن يبقى فيهم البعد الأمني فضلا عن مصالحنا في الغاز إلى آخره الاقتصادية برضو موجودة ممكن يبقى لنا علاقات مع أريترية ممكن يكون البعد العسكري فيها هو الغالب أكتر مجموعة من الصيغات الخاصة بالطبعا تأمين مصر في المحافلة الدولية سواء بلاختنا في الجماعية العامة أو 77 لا قادرين نصيغ طيب مصر كان عندها أداء في العلاقة الخارجية مميز جدا زي ما حضرتك ذكرت هو شخص مهزب فما بيحبش فكرة التطاول أو اللغة الزعيقة كما يقال وبالتالي احنا شفنا التعامل مع مشهد اليمن باب المندب وأمن باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس فقدر بتحديد الهدف يعمل شفنا في موضوع لبنان كيف تعامل بشكل لائق ومهزب جدا أنا بحفظ على أمن الخليج وأمن المنطقة العربية وأمني أنا وإنزلاق سوريا مرة أخرى لكن هذا لا يعني الانصياع أو 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 وراء أي مغامرات وراء أي مغامرات غير محسوبة أنا عايزة في الصياق ده المشاهد هو بيسمعنا يسمع من حضرتك عنوان كده بالنسبة له مفاجأة لأن حضرتك شايف نخبتنا للأسف طول الوقت بتنسب كل جهد لأي قوة أخرى علشان يعني ما يبقاش مفهوم إحنا بنشتغل إزاي يعني مثلا في عدم الانزلاق في الإقليم في مشهد لبنان تم نسبه بالكامل لفرنسا في الشغل في باب المندب الدنيا كلها راحت إنه ليه وفين ووين وين 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 وكده مع إن الأيام بتثبت إن الراجل ده بقدرته قادر يشوف أبعد خطوتين وثلاثة وأربعة بدليل اللي بيحصل على الأرض يعني كمان اللي بيحصل على الأرض ده مش طبطبة يعني بصوا حضرتك ولازم المصرين يبقوا عارفين كان مطلوب من مصر بقى إنها تبقى الشريكة في جريمة وكرسة كبرى بعد تقريبا ما مصر عطلت الربيع العربي في يونيو 2013 ويتعصره في سوريا كان مطلوب المنطقة تتحول إلى شكل آخر من أشكال تدمير المنطقة كلها اللي هو الصراع السني الشيعي كان مطلوب تحالف عربي إسرائيلي إسرائيل جزء منه بشكل أو بآخر اللي بقى فيه صراع في المنطقة مذهبي والطائفي مصر من أول ما جاء الرئيس السيسي بتدي إشارات كل ما فيش تريبا بعدش شهر إلا ما في إشارة من الإشارات إن مصر مش راح على أي صراع الطائفي ولا مذهبي مصر دي اللي شاركت في تكريم رجل دين شيئي كويتي وراح وزير اللي أوقف يشارك في التكريم ودي إشارة راحت مصر إلى مؤتمر الرياض كله تكلم على الإرهاب وقعد يشور على دولة معينة مصر راحت قعد يشور على الإرهاب اللي إحنا نعرفه ونعنيه ونقصده ونفهمه وبنعني منه بملامحه وزي ما حدك بتقولي وبتفاصيله تقريبا كان ناص يقول للدول الموجودة وكان بعضهم موجود في المؤتمر الرئيس السيسي ما فيش محفل يجيب فيه سيرة أي صراع إلا ما تكلم على حدك زي ما تقولي دولة الوطنية دولة الوطنية يعني إيه؟ يعني الصراعات المذابية والطقفية الموجودة في كل دولة لازم تطفي يعني الصراع فيه الصراع الطائفي في سوريا لازم يقف فيه صراع طائفي فيه العراق لازم يقف والدولة الوطنية هي اللي لازم بيبقى عليها الانتمام من كل الفصائل والأطياف كان مطلوب هذا الصراع يتم شعاله الفترة اللي فاتت على أمل أو بوعود أنه يبقى فيه دولة فلسطينية تيجي بأي طريقة وكننا هنقفى نفس الغلط اللي كل مرة بيحصل أنه يقودونها وقود وبعد كده يروح العرب إلى تدمير نفسهم بنفسهم ويرجعوا إسرائيل تتراجعوا ما ياخدوش منهم حاجة الرئيس السيسي بجملة واحدة في مؤتمر شرمي شيخ قال مصر مش يحل أي حرب فراح أفشل كل حاجة راح الرياض وبعت رسائله في مؤتمر الرياض بتاع الإرهاب وراح أفشل كل حاجة فيه زن دائم من الولايات المتحدة الأمريكية اللي ادخل المطاقة الأتون حرب مدمرة مش هلا لن تبكر ولا ترامب باش قبل بس من الوقت يروح هجاوب أسئلة الأرض أنا هنقل لحضرتك اللي بيكتبه لنا على صفحتنا بيقولوا الرئيس السيسي كان معجب بترامب لأن النخبة نقلت المسألة بهذا الشكل احنا يعني كلنا ما بنقعدش مع الرئيس احنا بننقل هل الرئيس كان يفهم شخصية الإدارة الأمريكية وتنوعتها في اللحظة جاوب إجابة مباشرة آه آه وترامب تم السيطرة عليه من اللوب الصهيون وتم تحويل إدارته بالكامل ترامب ده اللي قال إنه هيلتزم بتحويل الإخوان إلى جماعة الرهبية ما صدرش القرار قال إنه هيدخل استفادت إيه مصر من ده بما إنها كانت مرحبة بعدم وصول هيلاري ووصول ترامب لا إحنا بإحنا بنتعامل مع يعني طبعا كان واضح إنه يعني مرحبين آه بترامب طبعا خيرات الشعب الأمريكي هي اللي هتمش في الآخر لكن جول داخل أمريكي فيه قوة ما تقدرش حد يبقى واقف ضد المصالح بتاعتها وقدر إنها تعمل هل مصر استفادت السنة؟ ما هدول يا سيد أماني اللي شغاله لترامب المظاهرات في كل مكان واللي قوله أمريكا ما هدول اللي طالبه بعد تفرز الأصوات من جديد له لأنه مصر استفادت السنة دي قدر التعدي باللي كانت عايزة مصر استفادت مش بمساعدة أمريكية بلغاية وقته ريب كان بالشغال الداخل الأمريكي بالرئيس الأمريكي مصر استفادت؟ ما استفادتش بالشكل استفادت بقراراتنا إحنا يعني إحنا اللي تجوزنا يعني هي نقدر ندعم ترامب علشان تاخد سنة من الزمن الداخل الأمريكي ينشغل بذاته وإحنا نكمل كان هيفضل مشغول وطبعا إحنا قدرنا نلعب في المسألة دي بشكل يعني ذاكي جدا لكن في كل الأحوال فضل منع مثلا قطع غير الـ F16 زي ما هو آآ آآ مش مشكلة لكن إحنا قدرنا